كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنهم كان غفارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سهلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن هدا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مومنا وللمومنين والمومنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا عن أبي مسعود الأنساري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب من موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إنا منكم منفرين فإياكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وَذَا الْحَاجَةَ رواه مسلم موسيقى 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 هي أعظم جريمة شهدتها البشرية خلال القرن العشرين مجازر الثامن ماي 1945 من ورائها فرنسا الاستعمارية مظاهرات شعب آمن بقسية مصيره بوزيد سعال كغيره من الشبان خرج ينشد الحرية التي وعد بها خلال الحرب العالمية الثانية الرد كان قمعاً وقتلاً همجياً في يوم مشهود استخدمت فيه كل الأساليب الوحشية الطائرات تقنبل القرى والمداشر البوليس الفرنسي قتال بين شوارع ستيف جالمة، خراطة، سيدي بالعباس، بيسكرا وباقي الوطن بين تعذيب داخل السجون والرمي من أعلى الجسور إحراق المعتقلين داخل فرن الجيل جثث مترامية وأخرى متراصة أطفال أزهقت أرواحهم بأي ذنب قتلت جرائم وثقت بالصوت والصورة ونشرتها الصحف الثامن ماي الف وتسعمائة وخمسة وأربعين فصل إجرامي من تاريخ الاستدمار الفرنسي بالجزائر نستحضر ذكراه الثامنة والسبعين في ستينيات الاستقلال عهد مجيد في جزائر جديدة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يخلده يوماً وطنياً للذاكرة وفاءاً لبطولات وتضحيات أجدادنا الذين أفدوا أرواحهم منذ المقاومة الشعبية إلى الحركة الوطنية وثورة التحرير في ثرى أرضنا المباركة من أجل الحرية وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تحيي الذكرى خلال يومي السابع والثامن ماي الفين وثلاثة وعشرين في كل من ولايتي سطيف وبجاية تحت شعار ذاكرة الأمة وفاء ومسيرة البناء المجد والخلود لشهدائنا الأبرار تحيي الجسائر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأفاضل أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم حالة حوار عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر هذا العدد بحول الله أيها الأفاضل نقف عند الإدمان واللا أمان دوائر الاستهداف ووسائل التصدي أسعد أيها الأفاضل في هذا العدد الخاص مساهمة في سبل الوقاية من هذا المرض الخطير من هذا الاستهداف الأخطر للمجتمعات للمخدرات سنسعى أن نسهم معاً في حالة حوار في هذا العدد الخاص لتوجيه وتوعية المجتمع كلنا معنيون دكتور سليمان والخصال أهلاً وسهلاً بك أهلاً وسهلاً بالتحية طيبة لك والأستاذ عادل والأستاذ المشاهدين سعداء أننا على صعيد واحد اليوم دفاعاً عن أنفسنا عن ذواتنا ودفاعاً عن أنفسنا وأمننا القومي في مواجهة المخدرات والإدمان بروفيسور عادل آتشي المتخصص في علم النفسي وعلم النفس التربوي بيننا في هذا العدد ضيفاً عزيزاً نسعد به ونرحب به دكتور عادل أهلاً بك أهلاً وشكراً ومرحباً والشرف يعود لي والشرف يعود بهذا اللقاء إن شاء الله الذي يكون ثرياً في إفادة المشاهدين الله يخليك دكتور عادل أهلاً شكراً جزيلاً لأنك بيننا اليوم كلنا ضد الإدمان كلنا ضد المخدرات كلنا ضد العبث بأمننا القومي عندما يتعلق الأمر بحياة أولادنا وأطفالنا هذا العدد أيها الأفاضل نسأل ما معنى الإدمان من وجهة النظر النفسية الاجتماعية كيف نتجنبه وما طرق الوقاية منه لماذا يستهدفوننا بالمخدرات ثم لما يريدون بأبنائنا لا قدر الله الوصول للإدمان كيف نفعل المنظومات الاتصالية للحسم في معركتنا ضد الإدمان ما هي المؤسسات الاجتماعية والسياسية والقانونية الأولى بالتدخل وكيف ثم ماذا بعد التمكن لا قدر الله من فئات عريضة من شبابنا من المستفيد وما مآلات التسامح مع المروجين لهذه السموم كيف ينقذ الإيمان الصحيح من الإدمان الصريح ويحقق المرأة الإيمان بمقولة لا غالب إلا الله في التغلب على الإدمان هذه حدود النقاش أيها الأفاضل نذكر أنفسنا وإياكم أن الحصة الفكرية اليوم ذات طابع توعوي نريد قلوبكم معنا نريد عقولكم معنا قبل كل شيء لأننا نريد أن نصل إلى كلمة سوى بها بكل صراحة نحمي أنفسنا أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً بروفيسور سعداء أنك معنا بروفيسور عادل ما معنى الإدمان؟ حتى نكون واضحين من الناحية النفسية التربية شكراً سيدي الإدمان هو له جانب طبي أكثر منه جانب نفسي لأن السيالة العصبية في جسم الإنسان يعني لما نتكلم عن السيالة العصبية هي فيها جزء كهربائي وجزء كيميائي الجزء الكيميائي في المستقبلات والجزء الكهربائي في النواقل وحتى ما بين الخلية والخلية العصبية هناك نواقل يعني كيميائية عند استعمال هذه المخدرات فتصبح جزء من هذه النواقل وهذه النواقل تنقل الألم تنقل الأحاسيس اللمس تنقل علاقتنا بالعالم الذي هو محيط بنا فبمجرد الإدمان على المخدرات تصبح هذه النواقل لا تكون في شكل طبيعي حسب صاحبها حتى يتناول هذه المخدرات تصبح جزءا من السيالة العصبية الإدمان بمجرد أنك تخفف من الجرعلات التي تتناولها أو لا تكون في الموعد المحدد من تناولها فيصبح جهازك العصبي عاجز عن العمل بشكل طبيعي وربما في حد أعلى من الإدمان تكون طبيعة الإنسان وحياته العادية عند تناول المخدرات فنرى أن الجهاز العصبي قد أوقف الأحسيس ونقولها بمعنى آخر المخدرات هي لعدم الإحساس أو تخفيف الألم لما يسير الإنسان يمشي أو يتحرك فهناك ألم للعضلات هناك ألم للجلوس هناك جهد تناول المخدرات تقطع عليك ذلك الألم وبذلك يذهب مباشرة إلى المخدرات حتى لا يشعر أو يحس أو يترجم جهازه العصبي هذه الأحسيسة الموجودة في الجسم قبل أن نتناولها من أفكار وحياة وعلاقة بالعالم المحسوس لأنها بطريقة أخرى يمكن أن نقول أنها تشوه انتقال العالم المحسوس إلى الجهاز العصبي الذي هو الإنسان أعتقد صحة دكتور عادل رفض سليمان استمعت لما يفعل بجهازنا العصبي في هذه الحالة حالة الإدمان طيب كيف يمكن أن نموضحها من وجهة النظر الفقهية أين نضع هذا الضرر نعم باركت الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة مثلما تفضل الأستاذ عادل ننبه فقط إلى شيء أنه عندما نقول الإدمان هي مرحلة نهائية لتناول المخدرات صحيح وإلا فإن الذي يتناول المخدرات ويتناول المهلوسات بدايته لا تكون عبارة عن إدمان وهذه خطورة صحيح فهو يبدأ من أجل النشوة من أجل الشعور بالراحة شيء من هذا القبيل لكنه إذا تحول إلى إدمان يعد مرضا وبالتالي يعالج كأنه مريض ومرض مزمن كذلك بالمناسبة وهنا تكون هذه الخطورة لأن من الناحية الشرعية الإدمان هي عملية إغلاق أو عملية إسكار لهذا العقل الذي يجعله لا يفكر هو تحدث عن الجهاز العصبي الذي يتحول من طريقة عادية إلى طريقة عادية بمعنى أن الإنسان يكون في حالة غير عادية في حالة غيرتك التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها وبالتالي هذه الحالة وإن بدت للبعض في البداية أنها حالة فيها نشوة لكنها تنقله إلى الإدمان وإلى الأمراض وما إلى ذلك كما سوف ربما نتحدث عن بعض آثار الإدمان السلبية وهي كثيرة جدا جدا القرآن الكريم تحدث في كثير من أحيان وذم الإسكار وذم الخمر كذلك اللي هي أم الخبائث وكل شيء يؤدي إلى ذهاب العقل وفقهاء الأجلة الزمان عندما استقرأوا نصوص الشريعة الإسلامية وعندما أقول عندما استقرأوا نصوص الشريعة بمعنى قرأوا القرآن الكريم آية آية وحديثا وحديثا وهذا الذي يسميه العلماء بالاستقراء التام خرجوا بنتيجة خرجوا بقواعد كبرى هذه القواعد لا تصلح فقط لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وإنما تصلح لكل الناس لإنسانية كلية وهي أن هذا الكون يتكون من كلية خمس لابد أن تكون موجودة وإلا حل الدمار بهذا المجتمع هذه الكلية الخمس تسمى بكلية الضرورية هذه كلية الضرورية الخمسة يعني هناك الضرورية هناك الحاجيات هناك التحسينيات الضرورية أولها الدين وثانيها النفس والعقل والشرف يعني العرض والمال هذه الخمسة وطبعا في خلاف بسيط بين علماء الأصول في هذه الكلية الخمسة الآن العقل هذا لابد أن يحافظ عليه من ناحية الوجود والعدم من ناحية الوجود أنه لابد من تغذيته من الدراسة حتى يكون عقل كبير جبار يفكر كذا العمل مهن والحفظ عليه من العدم أنه أي شيء يضرب ذلك العقل أي إن كان فالشريعة تأتي وتمنعه وتحرمه ولذلك ما حرمت الخمرة إلا لأنها أدركت أن الخمرة سوف يدمر ذلك العقل فجاء القرآن الكريم صريح بالنسبة إلى الخمر وما يلحق بالخمر عندما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والإسلام وردس من عمل الشيطان يفجد تانيبوه لعلكم تفلحون يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصالة فهل أنتم منتهون سؤال استنكاري استفهامي من الله يعز وجل فهل أنتم منتهون كدلالة على أن هذا الخمر من أقصى درجات غياب العقل الذي جاء الإسلام من أجل أن يحافظ على هذا العقل الذي قلنا عنه بأنه من ضروريات الحياة كما ذكرتم من قبل ولهذا جاءت الأحد بعد ذلك تحرم الخمر الآن كل مسكر حرام قارل أو كثير طبعا العلماء تحدثوا عن المخدرات من زاوية القياس الآن العلة واحدة دائما في أصول الفقه دائما هو ذهب العقل فيقسم في القياس هناك أربعة أركاد هناك المقيس لهو الأصل والما قيس عليه المقيس لهو الفرع والما قيس عليه لهو الأصل وهناك حكم القياس لهو الحكم الأصل وهناك العلة المشتركة بينهم وهناك الحكم طبعا حكم الفرع بعد ذلك والعلة كما يعرفها علماء الأصول يقولون هي وصف ظاهر منضابط بمعنى أنه يمكنك أن تقيس عليه إذا أنت استطعت أن تضبط هذه العلة فقالوا إذن ما هي العلة من تحريم الخبر قالوا هو الإسكار هو غياب العقل فقالوا كل شيء يغيب العقل إذن يدخلوا في محل التحريم وبالتالي قالوا بتحريم ذلك ثم ذكروا أدلة أخرى كثيرة من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآية القرآنية لأنها من الخبائذ ولأنها تضر ولا ضرر ولا ضيرر وما إلى ذلك من النصوص الكثيرة التي تقطع بتحريم هذا الداء بتحريم المخدرات ليس بتحريمها بل أنها من أكبر الكبائر لأنها ليست من المحرمات التي تؤذي صاحبها وحسب وإنما هي من المحرمات تؤذي نفسها وتؤذي غيرها وهذا الغير لا يكون فقط الإنسان وإنما قد يكون إنسان وقد يكون مبنى وقد يكون حيوان لست أدري بمعنى أنه يخرب المجتمع الذي يكون معه وبتالي فإن التحريم هاهنا يكون آكد ويكون قوي وأعتقد أنه لهذه الملابة لهذه الأدلة وغيرها في الحق سيد أحمد جاءت الشريعة الإسلامية صريحة وقالت بتحريم أم الخبائط الخبر وقالت كذلك بتحريم المخدرات والمهلوسات والمؤثيرات العقلية شكرا جزيلا بروفيسور سليمان والغصال صراحة دكتور عادل ما يقدمه بروفيسور سليمان والغصال لطالما يذكر به سادة الأيمة في المساجد والمواعظ وهي من الأحكام الواضحات بالنسبة لدينا جميعا لكن مع الأسف ثم تم ظاهر لا زالت في مجتمعاتنا أشار بروفيسور سليمان أن الأصل الشرعي لهذه المسائل هي أنها توقع العداوة والبغضاء بين الناس بين المسلمين بمعنى وكأنها تقوم بالقضاء على مساحات السلام والأمان في المجتمع نفسيا هذا المدمن المتعرض للمخدرات كيف تصنفه على أساسه حتى يوضحنا الدكتور سليمان هل تصح عليه الواجبات والأحكام أم مرفوع عليه القلم نفسيا كيف تقومون بتحديد هذا الرجل هذا المدمن هذا المتعرض للمخدرات لو رجعنا تاريخيا أن الحرب حتى في الكتابات الأدبية الكتابات التاريخية كانوا يقدمون لهم هذه المخدرات الأفيون يكون عبارة عن خلطة في الماء ويقدمونها للجيش حتى يمر العدو يعني تصور العملية الخطورة أنه يقدم لك هذه المخدرات حتى يمر بالنسبة إلى تصنيف العالمي للمخدرات ربما إلى غاية القرن الماضي كان يصنف ضد المجتمع يعني أنه الذي يأخذ المخدرات هو متمرد هو ضد المجتمع لكن نظرا للخطور التي وصلت إليه أنه كان من قبل كان في فئة معينة وربما لدى المراهقين والشباب أكثر من فئة أخرى الآن قد تجد شخصا يملك كل شيء يعني بمفهوم الإنسانية لديه سيارات لديه يعني مباني لديه كذا ويتناول المخدرات قناة القرآن الكريم الوسطية والاعتدال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا 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 الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قال الصلاة على وقتها رواه البخاري الله قناة القرآن الكريم الوسطية والاعتدال وفي بعض الحالات ربما لو راجعنا شخص متدين ويمثل نخبة من المجتمع وقد يتناول المخدرات ولو ذهبنا إلى الشرطة أو إلى الأمن نجد أن هؤلاء الأشخاص يتناولون المخدرات وقد أصبحوا مدمنين عليها فصنف العلم هذه المخدرات بحالة مرضية خاصة وكل حالة تعالج على عدة يعني ليس هناك سمات معينة في الشخصية التي ستتناول المخدرات يمكن أن تكون شيخاً ممكن أن تكون زوجةً ممكن أن تكون مطلقةً أرملةً طفلاً الكل معني الكل معني الكل معني والكل لديه قابلية للوصول إليها لكن نقول لك القابلية لماذا؟ لأنها انتشرت في المجتمع ربما قديماً كانت المخدرات هناك لا تتجاوز عشرة أنواح خمسة أنواع متداولة وخمسة أنواع يصعب الوصول إليها الآن أصبحت أنواع لا نهاية لها فأصبح الآن المخدر هو عبارة ما الكمية التي تؤثر في جهازك العصبي قد تكون تلك الكمية مصنوعة ربما من بقايا الحيوانات من بقايا النباتات مستوردة أو ربما حتى محلية فأصبح الآن كيف يمكن أن نتخلص من الهشاشة الإنسانية حتى لا يصل إليها يعني نقولها بكل صراحة أن خلاص المخدرات أننا نقدمها لجهاز الأمن هي التي ستقبض عليها أن يجب أن نفكر في آليات حتى لا يصل إليها الفرض أصلاً لأنها قد وصلت إلى كل أفراد المجتمع في كل الطبعة ونقولها بكلمة أخرى حتى ونحن مسلمون نتفق مع الغرب والكفار والملحدين والمجتمعات الأخرى في محاربة هذه الظاهرة لأنها أصبحت الآن تضر الفرض وتضر المجتمع ربما نقولها في نموذج بسيط ربما يتساءل الأطباء عن الفيروس الفيروسات أينما تحل فإنها تخرب وتقتل صاحبها وقد تحاول أن تكسب ما تستطيع من الحياة ثم تنتقل إلى جهة أخرى مثل كوفيد الإنسان لما يتناول مخدرات يصبح دوره مثل الفيروس يستطيع أن يبحث عن آلية لا يهمه الفرض الآخر أن يعيش لحياته يستطيع أن يقوم بالسرقة للحصول على المخدرات للمرة الثانية والثالثة والرابعة يمكن أن يقتل يمكن أن يوزعها للآخرين حتى يصبح يستطيع أن يتناولها معه لأنه من قبل كان الإنسان لما يتناول الخمر أو المخدرات من وراء الستار الآن لا يبحث عن شريك حتى يشتري كان في الشراء وتناولها يعني التصور العملية أصبحت الآن ليست مضادة للمجتمع فقط بل أصبحت كاسيمة مرضية يجب معالجتها التطبيقات الآن الحالية أو تصنيفات العالمية يعني نتكلم عن تصنيفات الأمراض العقلية رذخت الآن إلى التصنيفات الجسمية وقالت بأن المخدرات هي علا مرضية جسمية نفسية أصبحت الآن لا يؤمنون أن التأثير لها جسمي فقط لكن تأثير نفسي وتأثير جسمي ربما متعادل في التأثير وبذلك أصبحت تصنيفا لحالة يجب معالجتها كحالة منفردة عن الحالات الأخرى وربما يمكن معالجتها جماعيا لكن علاجها قد يصعب وهناك فيه ارتدادات يعني حتى صاحب الذين يعالجوه قد يرتدوا إليها وشيء صعب صعب جدا وربما تطول المدة لتناول مخدرات أو الإدمان عليها لسنة ولكن علاجها عشر سنوات وربما نحتفل بعودة المدمن بعد عشر سنوات لكن قد يعود إليها بعد احتفاله مع الأسف يعني والله هذا واقع مرير ولكنها الحقيقة شكرا دكتور عدلاتشي المتخصص في علم النفس والتربية وأنت معنا حقيقة حتى نضع اليد على الجرح هذه الحقائق وحتى لا يبتلى بعضنا فيها ويذهب مذاهب مختلفة في هذا الموضوع نحن نتحدث اليوم لذلك قلت لكم في بداية هذا اللقاء أيها الأفاضل أعيرون قلوبكم رجاء لأننا نريد أن نخرج جميعا من هذا المأزق الذي أصبح له طابع دولي بالأساس بروفاستو سليمان بهذا التحليل وبهذا إن صح التعبير ما قدمه الدكتور عدلاتشي كيف يجب أن نطبق قوله تعالى فاجتنبوه والله السؤال يبدو سهل لكن إجابة أنه تحتاج إلى عمل مؤسساتي وربما فاجتنبوه هذه في الحقيقة التي ذكرها القرآن الكريم الآن في ظل المضاعفات التي حلت بمشكلة المخدرات هذه والتي قال عنها الأستاذ عادل وقد أخافنا قليلا على كل حال أنه بعد أن نحتفل بمدمن تاب بعد عشر سنوات قد يعود إليها بمعنى أن المخدر الإدمان أصبح مرض مزمن ولابد من العلاج المستمر ولابد من تكاليف كبيرة رغم أن يحدث عن بعض هذه الأليات وفي الحقيقة المسألة تحتاج إلى صعوبة كبيرة وبالتالي فاجتنبوه لم تعود في الحقيقة لم تعود فقط متوقفة على قول فقيه أو واعظ أو إمام ولو أن قول الفقيه مهم جدا يعني الآن عندما يقول الفقيه بأن هذا لا يجوز وأن هذا محرم هذا كلام سليم وكلام رائع لأنه أخذهم من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل يكفي فيه حتى القرآن الكريم قال فهل أنتم منتهون كدلل على أن المسألة لا كما تتصورونها لأن الله خلق الإنسان بنواميسة فجاءت هذه المخدرات من أجل أن تضرب هذا النموس الإلهي وأن تعيده إلى خلقة أخرى غير التي أردها المولى عز وجل فعمليه صحيح بحاجة إلى عمل كبير هذا العمل الكبير ينطلق من الفرد ينطلق من الأسرة ينطلق من المحيط ينطلق من مؤسسة الدولة ينطلق من العمل المؤسساتي بشكل كبير حتى نشتنبه ولذلك الشخص الذي يكون قد وقع في الإدمان نبحثه أولا عن أسبابه وتتعرف بأن المسألة صعبة أن تتحكم فيها لأنها متشعبة جدا ولكن هناك وبالمناسبة الآن القانون الخاص بمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية القانون تألفين وربعة ثم نطلق سبربعة أعتقد قانون تألفين وربعة هذا القانون الآن عدي لهذه المرة بقانون كبير وهو قانون اللي رح يصدرها بعد أيام إن شاء الله يدخل إلى الجلدة الرسمية لأنه جاز على البرنامان وجاز كذلك على مجلس على مجلس المنزارة والآن رح يروح لإن شاء الله الجلدة الرسمية وفيه نظرات جديدة أنه الآن المخدرات علاجها ومحارباتها فاشتنبوه أصبحت مسألة استراتيجية ولم تعود مسألة متعلقة بالأمن فقط أو متعلقة بجهات معين أصبحت الكل الكل لابد أن يهتم بها ومثل ما تفضل الدكتور عادل أنه أصبحنا تتوقع أن الكل يتناول هذه المخدرات لأنه أصبحت في متناول جميع وزاد الطينة بلة مثل ما يقولون أن أصبحت وسائل إلكترونية المواقع إلكترونية تسهل عملية الحصول ليس فقط تسهل عملية الحصول بل تسهل لك عملية كذلك عملية المتاجرة بهذه بطرق ما ويقول لك الطريقة والسهلة لأنه فيه ذكاء استناعي مثل الآن عندما تروح روح أي مشاهدة الآن يروح يجرب يروح يحكم الفيسبوك ويقول بأنه أبحث عن الفكر الصوفي مثلا بعد ذلك يجيب لقايةك المعلومات يحاول أنت فقط تحدث أذكر أو خم خم فقط هو يعطي لك كل الإجابات الموجودة لأن هناك تحكم الآن للأسف هذا الذكاء الإصطناعي حقيقة هو يقدم خدمة الإنسانية لكن بالمقابل كذلك يأتي بالغثم السامين مثل عقل الباطن يعني يعطي لك كل شيء ولا يبالي بالقيام لأنه بقدر ما يهتم ربما بالجانب التجاري أو بالنجاح ولو كان ذلك النجاح على حساب هذه المالية ولذلك قال أستاذ عادل وذلك أنا بعروف أن مخدرات محاربتها واجتنابها ليس مسألة متعلقة بالعالم الإسلامي وإنما متعلقة بالعالم ككل ولذلك الغرب يحاربها ولكن المسألة طبعا فيها بعض التفاوت وفيها بعض الخصوصيات أعتقد أستاذ أحمد أن اجتناب هذه الآفة وأتوقف أعتقد أنه بحاجة إلى عمل استراتيجي كبير من الدولة من كل ناس يعني الكل ينبغي أن يهتم به وأن يعطي له أهمية كبيرة جدا جدا لأنه كل فرد في الأسرة يمكنها أن تتعرض وأنا على يقين أنه أي أسرة والمشاهد يعرف ذلك جيدا لأنه كل واحد فينا إلا وعنده أمثلة إذا ابتلي شخص واحد تأكد أن الأسرة كلها سوف تبتلى بذلك نعم هذا هو إذا ابتلي شخص واحد فالأسرة كلها مبتلات فما بالك إذا ابتلي أبنائنا في المدارس إذا ابتلي شبابنا في الجامعات وفي المؤسسات صناعة الوعي فالأكيد أن المجتمع بالتأكيد قد ابتلي بلاء كبيرا طيب دكتور عادل أتشي وأنت أستاذ علم النفس والتربية لماذا يستهدفوننا لماذا يستهدفون أبناء على هما مش حابين يخلونا التربية مستحيل لأن المخدرات فيها جانبين الجانب الأول أنه يخدرك حتى لا تفكر حتى لا تت أنت هو يحتاج إلى الأفراد المستهلكين مستهلك اقتصاديا ومستهلك لهذه المخدرات حتى يربح ثروات طائلة هي مبيعاتها أقوى من البترول مبيعاتها أقوى من الذهب يعني كل الفرد يعني كأن لديك أجرة يومية يعني مضمونة تصور أنه مئة شخص يتناوله والمئة يصلون إلى ألف والألف يصلون إلى عشرة ألاف يوميا فالمخدر بطبيعة الحال بعد زرعه واقتنائه بطريقة أخرى عند ترويجه كم من الأموال ومن لا تنسى أنه ربما بعض القرامات ربما قد في بعض الحالات لما تكون هناك بعض الكميات تكون يعني مركزة كثيرا قد تصل إلى ثمن ذهب وتخلط ببعض الكميات كما لاحظنا يعني مؤخرا نظهت في الجزائر تشوشنا يعني فهي بعض الخلائط لا ندري ما مكوناتها لكن كم تعود على أصحابها أفرادها من الأموال والمشكلة بين قفص هذه التشوشنا التي تكلمت لها الأستاذ مشكلة أنها خالطة عبارة عن مواد صيدلانية كثيرة وبغض النظر عن صلاحياتها هي أيضا مفسدة للإنسان بمعنى تشفوا أنه فيها أفات كبيرة جدا وهي منتشرة الآن بقوة مع الشباب الجزائر الأساس ونعود من باب ثاني إذا في المجتمع الإسلامي أو المجتمع الحضاري إذا تكلمنا عن الحضارة النواة هي الأسرة فإذا دمرت الأسرة وإذا دمرت العلاقة بين الأب والبنت والأب والأولاد الأم والأولاد لا ننسى سيدي الكريم أننا نفكر فيما مضى كانت الأسرة تجتمع على التلفاز كانت تجتمع على طبق العشاء كانت تجتمع في المناسبات الآن ولو اجتمعت في المناسبات أو في طبق رمضان وهي مجتمعة وهي تحرك ذلك الهاتف تشتتت في هاتفها كانت الجدة لما يدخل للطفل أو الأم بمجرد رؤية عينيه تقول ماذا لديك أو ماذا بك وربما إن كان قد سرق قد تتفطن تلك الأمر من خلال العينين من خلال الحركات الآن الطفل يأتي مهلوسا وهو صغير وتغير سلوكه ولكن الأم ترى دائما في الهاتف ولا ترى إبنها تبحث عن مواقع الطفل لديه أساليب تعلمها من خلال الهاتف ليرد على أمه في حالة أنها تفطنت إليه قولها بكل صراحة أن انت قال وليدي أنا صغير لا أعطي له الهاتف الذكي لأنه سيفسد عقله أنا وليدي صغير ما نخليه يهضر مع ناس لأن أنت تبنعه وهو سيذهب بطريقة زميله جاره يستطيع أن يحمله في جيبه وأنت لا تدري وربما يشعر بالنقص ومجرد ذهبه إلى المتوسطة أو المدرسة يقدمون له الهواتف وسيبحث عما منعته أنت فنقول الآن إذا أردنا أن نتجنب هذا الموضوع أو نتجنب المخدرات أن نفكر ليس في الشرطة أو الأمن أو مركز فقط بل نفكر كلك مجتمع كمجتمع بدوره كيف يمكن في الخطوة الأولى الآن الذي هو مدمن نبحث عن أماكن العلاج لكن نقول الآن كيف يمكن أن نحقق النموذج حتى لا يتبع تسمع لي أستاذ ربما أتقاطع معك خطوات الشيطان حتى لا يتبع خطوات هذه المهلوسات حتى تكون لديه صلابة تكون لديه مناعة تكون لديه حصانة بمجرد أن يقترح عليه المخدرات الشيء المقابل في المجتمع الذي سنعود إليه كيف نبلغ وكيف تتقبل الأسرة ذلك التبليغ لأنه صعب جدا لما نقول لنا كمختص واكتشف الطفل لديه المخدرات وأذهب إلى الأسرة نقول له ولد ابن تاك أو عن طريق الجيران يقول ابن تاك يتناول المخدرات بطبيعة الحال أن الأم الجزائري احتوائية وتحافظ على أبنائها ومن المفروض أن الأمان النفسي لما يكون بعد سبع سنوات ثم سنوات يجب أن نترك الطفل يتعلم من أخطائه لكن تبقى الأم للشخص في عمره أربعين سنة وإلا والأم تحتويه عاطفيا فلا يستطيع أن يتحرك ويظن دائما أن لديه أم تحرسه وليس هناك رب يتبعه فبذلك أصبحت الهشاشة النفسية في البحث عن النموذج الذي يجب أن نقتدي به حتى لا نتبع خطوات المخدرات دكتور عادل أتشي على هذا التوصيف بروفيسور سليمان دكتور عادل أتشي طرح مسألة مرتبطة بهشاشة الفرد النفسية لهشاشة التي يجب أن يتجنبها بالإقتيدة لهشاشة التي لا بموجبها يتبع خطوات الشيطان في الاتجاه إلى الإدمان من الناحية الدينية من الناحية الإيمانية كيف السبيل للحفاظ على هذا الشخص من خطوات الشيطان الله يفعل أنه الأستاذ عادل ووي يتحدث أنا إذن جاءتني ما يسمى بتدعية الأفكار قلت أنه دائما الوحيد يذهب إلى بيته ودير عامية إسقاط الآن تستطيع أن تقس ولا تخاف نقول أن هذه المواقع الإلكترونية هذه صحيح يعني الغرب استطاع أن يدخلنا في عالم آخر هو هذا العالم الإفتراضي عجيب لكن المشكلة أنه أعطى لكل لكل فرد في الأسرة أعطى له الحلول يعني المرأة التي تبحث عن كيف تسعد بيتها مثلا وزوجها كيف تطبخ كيف كذا تلقى مع الساعة طويلة وهي معها إلى درجة أنك ربما تكلمها تقول لك بعد دقيقة دقيقة لم تعود دقيقة الآن أصبحت ساعة هذا إذا تذكرت وإذا تذكرت تقول لك والله قد نسيت نتصور هذه الشواغل نحن عنا قاعدة أصولية المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل فكلنا أصبحنا في دائرة المشغول الذي لا يشغل وبالتالي لم نعد ننتبه لأنه عندما يكون ابنكي يدرسه في المدرسة وتكون تأجه جيدة وفجأة ينزل يعني نزولا حر سقط حر مثل ما يقولون لم تعود الأم تنتبه إلى ذلك ولم تعود ما الذي جعله تفكر في كل شيء إلا في إلا في هذه المخدرات التي دخلت والآن أصبحنا نسمعه بمصانع لصناعة الحلوى التي هي عبارة عن مخدرات يعني وأصبحنا نسمعه العجب وبالتالي الآن ضرورة صراحة ضرورة تكريف الوعي نقول هذا الشيء لأنه الجنب الإيماني مهم لأنه الذي يخلق الفارق في الغالب ما هو هو الإيمان وإحنا الجنب الروحي في التدين عموما في العالم الإسلامي ككل وحتى الجزائر موجود بحمد الله وخاصة في الجزائر موجود لكن تدين أنا على مسؤوليتي غالبيته تدين ظاهري أكثر منه تدين روحي عميق لأنه أنت عندما تشوف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يربي الصحابة رضي الله وهو وهو يعطي النموذج عندما يصلي في الليل ويقوم الليل ويصلي الركعة الكثيرة وتشفق عليه زوجة عائشة وتقول يا رسول هو إن عليك وقد غفر الله لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرى فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا حتى يعطي النموذج لغيره صلى الله عليه وسلم هذا الجانب الذي جعلتك المرأة في زمن عمر تقول لأمها إذا كان عمر لا يرانا فارب عمر يرانا هذا الضمير هو الذي ينبغي أن يكون هل نحن عندنا إيمان بأن هناك قيامة هو سؤال هل عندنا إيمان بأن هناك جنة ونار أم أننا نتحدثها باللسان لأنه ربي قال في القرآن قالت الأعرب أمن قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل إيمان الكثير مننا يتحدث عن الإسلام ولذلك تلقى تلقى هذا كم يسميها الشيخ بشنان العلمانية في السنوك يعني الإزدواجية أنه تلقى أن يتكلم لقينا بعض الإخوة أو بعض الرواد المسجد مما نعليهم يقولي أنا وجدت صعوبة يقولي ابني ما شاء الله لكنه يتناولها ولم أجد الوسيلة التي تمنعه من ذلك بمعنى أن المسألة أصبحت أخطر مما نتصور إذن ما هي الخطوة الأولى الخطوة الأولى هو لابد من تصحيح العقيدة ولكن العقيدة التي تبنى على الإيمان تبنى على الصلاح تبنى على على السيدق وبالبساطة إحنا أدخلنا تدينا للأسف الشديد هذا التدين يبنى فقط على على الانتصار يبنى على المناظر يبنى على شيء آخر غير على تلك المحبة شوف النبي عليه الصلاة والسلام وشي يقول في الحديث هل نحن لأنه هناك شيء أحمد نقول لك ما هو وهذه الآن هذه الآن كلنا عندنا أنا لكن هذه الآن في الإسلام لا ينبغي أن تصعد إلى درجة وهذه موجودة الآن تتضخم تتضخم الآن إلى أن تصبح الأم يهتم بنفسه الأب بنفسه الأولاد لأنفسهم كلهم يهتم بنفسه ولا أحد يحاول أن يشعر بطرف الآخر الشريعة الإسلامية عندما جاء بها النبي عليه الصلاة جاءت من أجل أن تقلل من هذه الآن فقال صلى الله عليه وسلم في أكثر من الحديث الحقيقة ولكن بين الأحاديث قال والله لن تؤمنوا حتى تحبوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلامة ما بينكم مثل مؤمنة في تواديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عوض أنا أشوف جاري عنده إدمان هو ضحية نبكي عليه كذلك تدعى له سائر الجسدي بالسهل والحمى إذن الطريق الأول هو الطريق الإيمان ولكن هذا أيضا يحتاج إلى عمل يحتاج إلى مؤسسات وليس مؤسسة واحدة ويحتاج إلى حملة إعلامية صحيحة وحملة مسجدية صحيحة ويحتاج إلى توعية وتبسط وهذه بناء مهم جدا وطبعا الحمد لله عندنا بعض النماذج لكن ينبغي أن تكون موجودة بكثرة في المجتمع ثم تأتي بعد ذلك المرحلة التالية مرحلة الوعي والوقاية وبعد ذلك تأتي المرحلة التالية مرحلة الردع ومرحلة القانون لكن البدايات في الجانب الإيماني أنا أعتقد أنها مهمة جدا وأنه لا بد من الرجوع إلى الجانب الروحي إلى الإيمان الباطني هذا الذي قال عليها الشيخ البوطي عليه رحمة الله لما كتب كتب سمه باطن الإث وقال أن الأخلاق الباطنية أخطر من أخلاق الظاهرية الله ينورك بروفيسور سليمان وشكرا جزيلا الحقيقة على هذا التشخيص نحن نجمع في هذه الحصة الخاصة أيها الأفاضل بين صوت الروح الدين الإسلامي وسماحته مع البروفيسور سليمان والخصال ونستحضر العلم علم النفس وعلم التربية في الحديث عن الإدمان عن مآلات المخضرات آملين أيها الأفاضل أن مخرجات هذا الحوار في حالة حوار تكون مفيدة للأولياء أولا للأبناء ثانيا للجميع لأننا كما تفضل دكتور عادل آتشي كلنا واجب أن نكون معنيين بالتصدي لهذا الخطر دكتور عادل ما هي المنظومات الأولى بالتصدي لهذه الحرب من وجهة النظر المؤسساتية من وجهة النظر الاتصالية للحزم في هذه المعركة المؤسسات أن نفرق بين مؤسستين ورانا واضحين دكتور حسن المؤسسات غير رسمية من المفروض أن الأسرة الآن بتعقد المجتمع يجب أن تتكون في طريقة تربية أبنائها أنا قلتها كم من مرة وأعيدها أن الأسرة تخلت عن دورها كمربية وأصبحت تقدم أبنائها إلى المدرسة وإلى الروضة وإلى الجامعة ونسي المجتمع الجزائري أن الشهادة لم تعدل سلوكها حتى ربما المجتمع أو الأسرة ضيعت قدرتها في التربية في البحث عن معلومات قد لا تنفعها المجتمع الجزائري يبحث عن العين يبحث عن السحر يبحث عن الجن وربما لا يبحث عن الصلاة وربما لا يبحث عن الذهاب إلى المسجد وأصبح الطاقته الآن عبارة عن غطاء حتى يذهب بأبنائه إلى تفسيرات لاعقلانية أصبح الآن الشخص لما يروح إلى المخدرات يقول لك لأني ما عنديش ظهر لأني ما عنديش عمل لأني ما عنديش كذا لكن لو ذهبنا إلى السعادة نتسعلوا على السعادة ربما في بعض الشخصيات نذهب إلى أغوار الصحراء إلى قاموس الصحراء قد نجد شخصيات ذهبت إلى المدينة المنورة فيما مضى وقد عرض عليها أن تبقى بعلمها في المدينة المنورة حيثما كان العلم أو ربما في الزيتونة أو ربما في أماكن العلم أو طبيب وعاد إلى قريته وأصبح يقدم العلم والإمامة والطب تسعل كيف هي سعادتها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع جماعته قد ضرب قد أهين صلى الله عليه وسلم قد استمع إلى كلام لا يليق وهو نبي واتهم بالمجنون واتهم بأن الجن معه ولكن كان أصحابه دائما سعداء فنقول أين السعادة هناك السعادة بمبدأين السعادة أن ترضى بما هو عندك وأن تعيش وأن يكون لك أسلوب معيشة لأن الشخص لما يكون معاق بيد أو رجل ولديه عشر سنوات بعد الإعاقة تقول له مسكين يقول لك لن أقبلها لن أقبل الرحمة أنا مثلك لأنه يستطع أن يعيش لأن السعادة أن تعيش وأن تتحكم فيما يحيط بك الأصلة الجزائرية لا تتحكم فيما يحيط بها الكأس الماء الحكمة القديمة إذا لم تملأه ماء ام تلأ بالهواء هذه المواقع التي موجود فيها كل شيء إلا الرسمية حتى المدرسة الجزائرية لو لا كورونا لما قدمت دروس يعني لو أنه من المفروض أنه التلميذ أو الطفل لما يروح إلى المواقع يسأل الأبتاع يقول له أي موقع الآن أنا مطالب أن أشاهده رسوم متحركة ليس لدينا في الأسرة مرجعية عن الرسوم المتحركة يتبع سبيدرمان باتمان يتبع شخصيتنا نعرفها مؤثرين مؤثرات اجتماعيين حسب ما نسميهم لكن المؤثر ليس في السلب فقط لأن المجتمع تغذى بالفراغ من منطق ثاني السعادة كما تكلم في المحور الثاني حتى لا أطيل نقول أنه أثبت العلم أنه التعلم الجماعي هو أحسن للفرط لأنه يتشارك الفيسبوك ومعنى هذه المواقع الاجتماعية تشارك في الأفكار فالتعلم الجماعي هو الذي يحدد التعامل التقاسم للذكريات الشخص عندما يكبر يقول له أنه تفكر كنت صغير يروح إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو يقطن ربما في الطابق 180 ويقول لك أتذكر تلك الرائحة التي كانت تقدمها لنا أمنا في الغذاء الخبز الرغيف الذي كانت تطهوه على لأنه تقاسم ذكريات فهل الأسرة الآن تتقاسم الذكريات تتقاسم الخبرات تتقاسم التوجيه في كذلك الحالة أنا مختصة تعيطي الأم تقول لي وليدي وللأب يقول لي ومخدراتهم يقول له الآن لازم لك تتدخل يقول لي نخاف عليه يخاف الآن خاف وليدي يهرب يعني الآن الآلية لكن السؤال المطروح ما هي اللغة التي يجب أن نتعامل معها مع الطفل قبل وبعد مع الشاب قبل وبعد مع الكهل قبل وبعد في هذه المخدرات سيد عدل أيضا لما نتكلم نحن على المجتمع وأنه تخلى عن مهمة أيضا بالمقابل نقول بأنه لم يتخلى هكذا أنه حقيقة هناك عمل مؤامرات كبيرة لأن هذه العولة التي نعيشها الآن هي التي جعلتنا نعيش نمط معين الحياة الاختراب النفسي الرفاهية الآن جعلتنا نذهب من البسطة إلى الرفاهية لأن أصبحنا تسرع إلى الرفاهية لازم كلنا نملك سيارات كلنا نملكوا فيلات ونملكوا سكهات هواتف وبالتالي الذي يجد عملا لابد أن يكون ذلك العمل قوي وإلى استعمال جميع الطرق وبالتالي تلقى بعض الشباب أو كلمة لا يملكوا هذه الأدوات لم يدرس لم يقرأ إذن يتحول إلى البحث عن الأموال إذا لم يجد أهم وسيلة من وسائل الأموال هي المخدرات وكذلك والمؤثر نقول بأن الثامن تحص بحا مرتفع جدا وبالتالي هي ميساحة كبيرة للبيع أصبحنا نسمع بما يسمى بالأحياء العصابات بمعنى أن هناك من أراد أن يجعلك تعيش نمطا معينا وهو يدرك أنه عن طريق هذه الوسائل سوف تتحول وسوف تتغير أنا أعتقد أن العالم العربي الإسلامي والجزائر جزء منها في الحقيقة حقيقة أريد لها صحيح أن نتحمل نحن المسؤولية لكن بالمقابل هناك من يسعى سعيا من أجل أن يضربك لأن تطرحت سؤال مليح قبل ذلك لماذا يستهدفون لماذا نعم لماذا يستهدفون الشباب أنا أعتقد أنه عيد عليك السؤال ولكن لماذا يستهدفون لأنه فعلا نقول لك لأنه كذلك وانا نقولها على مسؤولتي المفروض خاصا على مستوى الميديا وعلى مستوى حتى الرسمية المفروض النعم لن نتحدثها للعالم قل لك بكل صراح نحن دائما نقول لهم نحن سبعين من مئة منها شباب ما اللي يكون صغر نحن يقول لها سبعين من مئة شباب خلاص طرف الأخر ثم شباب نذكر لك شباب بتاعك ذكر هذا الشباب يوني نسبك بها منه كله بالمخدرات وذلك النعم لا تذكر حتى القرآن الكريم عندما ذكر النعم ذكر واحدة التي نظهره وهي القوة ترهبون بها عدو الله وعدوكم فقط أما عدد ذلك حاول أن تستورها حاول أن لا تتكلم تبلغ عن نعمها الكثيرة لأنها تدرك بأن هناك من يترصدوا لها والذين يترصدون العالم المسلمين معرفونها يعني الغر لا يمكن أن يتركها كهذا ولهذا أدركوا بأن قوة الشعوب هي في شبابها ولذلك عندما تضرب الشباب أنت خلاص ضربت الدولة في الصميم ولذلك المخدرات من أكبر صعوبتها أنك تضرب هذا شوف هناك دراسات تقول في سنوات 1800 أن فرنسا الاستعمارية استعملت قوانين وهي التي بدأت بالمخدرات يعني ترويج المخدرات في شمال إفريقيا بما فيها الجزائر وتونس يعني هذه الدول بدأت هي فرنسا في البدايات وشجعتها بطرقين كثيرتين لأنها تدرك أن إدخال الشعوب في هذه المهلوسات وفي هذه المخدرات معناها ترك التفكير معناها ترك التنمية معناها ترك العمل للجاد معناها ترك الحياة الحقيقية معناها إدخال الناس من حالة فكر وحياة إلى موت إلى دمار شامل والمخدرات كما تعلم حقيقة نسو أحمد هي دمار حقيقي للمجتمعات ككل لأننا نشوف أمريكا الجنوبية كثير من هذه الدول مشكلتها الكبرى هي في هذا الدمار في المخدرات في المهلوسات الناس يعيشون في عالم آخر وتشوف لما تشوف الجزائر الآن اللي هي مسلمة اللي هي نستوحى مسلمين وكذا تلقى واحد مرة تلقى قتل بطريقة غير مبررة تلقى انتحار بطريقة غير مبررة تلقى أمراض نفسية بطريقة غير مبررة تلقى تلقى دخول على محلات وتكسيرها تلقى أحياء تلقى الشباب في السيارة أنا نقول لك مرة يقول لي واحد صديق يقول لي على سبيل المثال فقط يقول لي أنا في ستوب متوقف سيارة فخمار قال لي يزود شباب قال لي ما شفونه قال لي يدخلوا فيها بقوة قال لي لما تتكلم معم بليران في حالة عادية قال لي يا جو مرحب بالموز يعني بس شوف إلى هذه الدرجة إلى درجة أنك يعني تومس وتخاف كذلك على إذن المسألة الآن أصبحت مسألة حقيقة تحتاج إلى هذه النظرة ولذلك جاء القانون هذا جديد اللي إن شاء الله بعد أيام قليلة سوف يخرج وهذا القانون في الحقيقة ربما من ميزاته يعني من هذه الميزات أنه لا يركز فقط على الجنب الردعي ولقائي وحزم مثلما كان القانون القديم وإنما ركز على نقطة أخرى وهي أن محاربة محاربة ورح أقول كل ما قالها الأستاذ عادية الجيد محاربة المخدرات هي ينبغي أن تكون بطريقة استراتيجية وحنا كان عندنا مشكلة أنه أكثر المخدرات تخلينا من الحاشي لكن الأدوية الأقراص هذه الأقراص كانت مشكلة بالنسبة إلى الصيادلة والحمد لله قبل أن يقع يخرج هذا القانون وقعت مناقشة كبيرة مع الأطيبات الأمراض العقلية ومع الصيادلة ومع النقابات في ذلك وعطوا له بعض المقترحات وأدخلت تلك المقترحات ولذلك هناك رحب بحيث أن هذه الأقراص إن شاء الله في المستقبل لا تعطى لأنه أستاذ عدل وشقال قال ينبغي أن نصل إلى رتبتين وشنه هي أنه لا تكون في متناول الجميع لابد من يعني مثل ما نحرص على لست أدري على أمور مهمة كذلك نحرص على أن تكون كلاء مباحة كذلك كل الناس لأنه في النهاية الوقاية نعم والوعي مهم لكن الجانب الرضعي مهم جدا لأنه هو الذي يقي هذه المجتمعات ولو أن تضرب بعد ذلك إذا كان قلة قليلة أن تضرب بيد من حديد لأنه في نهاية المطاف لابد من العمل الرضعي القوي لكن قبل ذلك لابد من هذا العمل إذن حصولنا مهددا من الداخل من طرف شبابنا النبي شيخ البشير الإبراهيمي لما قال الشباب كيف أتبثلوا هذا الشباب الواعي هذا الشباب الذي يبني البلاد هذا الشباب الذي يدافع لكن في نهاية المطاف هؤلاء أرادوا أن يضربوا شباب الأمة بهذه الطريقة بهذا الأسلوب ولذلك لابد من إعادة النظر بشكل كبير ولابد من استراتيجية قوية طبعا هذه استراتيجية تبنى على التنظير وتبنى كذلك على التطبيق بطريقة ذكية وعن طريق المرحلية شيئا فشيئا إلى أن نصل وإشراك الجميع التشاور يجب أن يكون تشغل نيئاته لا يجب أن يكون الجماعة على القانون فقط خلاص فكرة تشريع قانون من ناحية القانون حتى المدبع بحد ذاته ويشارك في العمل نشارك اسأل الشباب الذين يدبعونه أنا نتكلم معهم أسر الحمد والله غير نتكلم معهم أسر الحمد نتكلم معهم وكلهم وخطرة ننصحهم وخطرة كلا لما تحدث معه يقول لك مثلا واحد مدبع يقول لي يقال لي خدمة برك يقول لي أنا عندي شهادة كذا كذا وما عنديش عمل يقول لي والله غير ما تلقى ليش عمل في الديبروم التاعي هذا جامعي يقول لي يلقى لي خدمة برك أجون سيكوريتي بين قوسين عمل ولذلك في المشروع الجديد هذا تعالى تحدث عن مشكلة العمل مشكلة الساكن لأنه أسباب المخدرات كذلك نسبة كبيرة من هؤلاء دخلوا في هذا المجال لأسباب لو أنك حققت لهم تلك الأسباب أو أغلقت بعض الأبواب فربما القلة القليلة هي التي سوف تمارس تلك العملية والباقية ربما تعيش حياتها بطريقة صحيحة وسلم لاي برك فيك بروفيسور سليمان الحقيقة هذا الحديث من الخلب لأن قلوبنا على أبنائنا صحيح وسنسعى جميعا في حالة حوار أن ندخل إلى مسامات أقولكم عبر هذا النقاش دكتور عادل أتشي أريد منك موقفا ليس إجابة عن سؤال من وجهة نظر نفسية لا قانونية وهي أن البعض خاصة لما يكون ولده فلذة كبده ضحية أكبر ما يفكر فيه يقول لك من المفترض أن المنظومات القانونية للدولة الجزائرية تطبق عقوبة الإعدام على مروجي المخدرات الذين أوصلوا أبنائنا إلى الإدمان أنا أريد موقف علمي كنفساني هل بالفعل يمكن أن يكون الإعدام موقف للدولة للمنظومات القانونية ومخرج من أزمة الإدمان أنا نتكلم من وجهة تخصص هذا اللي حاجة يجب أن نكون إنسانيين ولدينا تجارب عالمية قد قاموا بها ما رأيك أن المدمن والذي خرج من العلاج خيركم من تعلم القرآن وعلمه لو ذهبنا إلى المدرسة القرآنية ولا خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه أتصور أنه هو حفظ هو يحفظ الناس فيعيدها يعني في عضل التطرح تكرر فإنك تعيدها عن ناس مرات ومرات وترى خطأة في تسوية خطأك يعني فيقو سيد أن تنقذ مدمن سيساعدك بعد ذلك في إنقاذ المدمينين وجدت في بعض الدول رأيتهم في بعض الدول هؤلاء المدمينين حتى ولازال في مركز الإدمان يذهب كسفير إلى المجتمع ويذهب إلى المدارس وربما من وراء حجاب وربما مباشرة ويقدم خبرته هو الخاصة في كيفية قدومه إلى كيف أصبح مدمنا على المخدرات وأقبل عليها وماذا يعاني ويتقسم معاناته ويطلب من الآخرين ألا يصبحوا مثلها فأنا نتكلم أنه ليس الردع الردع ربما في حالات كبيرة ولكن إذا هناك إمكانية في إعادة توجيه الشخص لأن يكون سفيرا في مساعدة هؤلاء لأنه بعد الإدمان يعلم أنه مذنب ويريد أن يخرج الدين بحد ذاته العلماء ماذا يقول وجدنا أناسا حفاتا عراتا وجدنا ليس لديهم لغة ولكن لم نجد إنسانا ليس لديه دين فالعلاقة بربنا سبحانه وتعالى هي فطرة فأدرك أنه حتى والمخطئ والقاتل والمخدر إلا ولديه فطرة لأن يعود للطريق لو قدمت الفرصة ووجه يعني يبقى تحت المراقبة صحيح طيب هذا بالنسبة للمدم وهذا اتفاق تقريبا نروح للمروج لا الموقف نفسي علمي خليني لا أتكلم من وجهة نظر لكن نفسيا هل نعدم المروش والله هنا نتكلم إنسانيا قلت لك ونتكلم من ناحية العلم أنه هناك بعض الحالات لا جدالة فيها الله سبحانه وتعالى ربما أطلب من السارق القطع اليد لا جدالة فيها لكن في بعض أني قلت إذا كان هناك فرصة أنه يستعيد تحت المراقبة يمكن استعاء إذا ليس هناك فرصة فالإعدام هو الحل الوحيد لتلك الأمراض طيب شكرا جزيلا بروف سعال لاتشي دكتور سليمة أطلب منك أن تلبس قبعة القاضي وأعرف أنت تخص الشريع القانون نحن نعالج هذه المسألة وأتكلم ربما من وجهة نظر والد غلبه طربية ابنه وغلبته حتى ابتلعته المخدرات وابتلعه الإدمان لم يجد حلا إلا أن يطلب من الجهات القضائية أن تضرب بيد من حديد ليس المدمنين المرويجين اللي يقوموا بترويج المخدرات هل أنت مع الطرح القائل بدرورة من وجهة نظر القانونية القضائية إعفاء المجتمع منه أبدا بسبب المرويجين أنا أقول لك أنا حتى الأستاذ عادل ومع ذلك هو قال هو تحدث عن الاستثناء لم يتحدث عن القاعدة الاستثناء أنا معه بمعنى أنه إذا ما وجدنا طريقة ما من أجل توجيه هذا المدمن أو هذا المرويج إلى أن يتوب لأن التوبة في نهاية المطاف الحقيقة هذا أمر إلهي مهما كان ماداما أنه لم يموت التوبة مفتوحة وحتى القانون الجزائري القديم وحتى الجد كذلك يشجع الذين كانوا يتنون مخدرات أو حتى يرويجونها إذا ما تابوا أو قدموا معلومات كافية للأمن من أجل الخروج من ذلك إذن نحن هذا الباب بالعكس نقول لك والدولة الجزائرية ربما فريدة الآن في العالم تقريبا أنه استطعت أن تبني لحده عندها 46 مركز وراه حبة توصل 53 مركز على مستوى الوطن وما هو مركز استشفائي مركز الوسائطي وهذا الوسائط مهم جدا لعلاج المدمن لمرافقة هذا المدمن لمتابعة هذا المؤمن لأنه حتى هذا المروج نهايته ما هي أنه يموت إن لم يموت بالسجن سيموت بهذه الداء أو يموت في الطريق أو لست أدري ولذلك نحن في نهاية المطاف نتحدث عن القصاص الذي تحدث عنه القرآن الكريم حياة متى وجدنا وسيلة تؤدي إلى الحياة فعلنا ذلك لأننا ماذا بنا أن هذا المجتمع يتنقى يتطهر من هذه حتى أولئك الذين روجوا ربما لهم أسبابه أنا لا أدافع عنهم لكن ربما إذا عولج معالجة حقيقية وقع له الوعي أنا ذكرت الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية يحمد هذا حديث قوي جدا خياركم في الجاهلية يعرف كل الجاهلية يعرف ما معنى المخدرات خياركم في الإسلام إذا فقه هذا الذي يتفقه وتولي عنده وعي وتولي عنده رؤية وكذا هذا يساعد الدولة يساعد الأفراد هذا يقول لي فرد صالح للمجتمع هو يقول لي يحارب معاك هذا لا يخاف تعرف لا يخاف يقول لي يعرف وبتالي نحن هدفنا احتام مع هذا القانون وغيره في الحق هو مرافقة هؤلاء من أجل أن يخرجوا لأنه في نهاية المطاف اللقينة تجربة المؤسسة العقابية هي مؤسسة فيها لاش كأنها أدت لكن في النهاية هناك هناك غير كافية بدليل أنه كثير من هؤلاء المساجين يخرجوا من هنا ويرتكبوا حمقات ويتعلم تقنيات جديدة ويتعلم تقنيات جديدة وبالتالي الذي يحقق المخرج إذا استعبئر هو هذه الاستراتيجية الوطنية الكبيرة التي تبنى على الوعي من طرف الجميع ما كيش واحد أخطيني الآن لحقنا وقت ما تقوليش أخطيني الحي ما تقولتك بلا ثقافة التبليغ خلاص أنا التبليغ ماشي بالضرورة أدخله إلى السجن أنا نروح لعنده إذا قدرت إذا ماشي أنا نروح مع الإمام مع عشر الإمام مع مسؤول الحي مع رئيس البلدية مع المصالح نروح لهذا الإنسان نتكلمه معه وإحنا رأينا في دائرة في بلدية واعدة نحاول أننا نقلل من هذه الضائرة لقينا في حي من الأحلاء هذه الضائرة نجمع الأئمة على ذلك المنطقة ونجمع الخيرين والصالحين والأعيان لأنه لماذا أحمد لأن المسألة لم تعد مسألة اختراسية بالحوصين خلاص لأنه ستدخل إلى بيتك أشيئة أم أبيت ستدخل إلى بيت والمشكلة الكبيرة يا رحمد إنما ولتش المخدر متعقى بالشباب متعقى بالشباب يعني بنات وذلالي مشكلة بناتنا طفلة الله هبارك ما شاء الله في الجامعة في الثانوية ولتنا والمخدرات عجيب ولو يبيعوا يجنوا بها ولت الكلام تحكى أنها تتكلم بلغة أخرى الأولاد الصغار يا أحمد في المدارس في الابتدائية في المتوسط تحدث ولا حرج في الثانوية أنا تعرف عقليتي أنا لست من أولئك الذين يهوينون بالعكس لكن كيوصل واجب التنبؤ كيوصل لدرجة وين ولا المخدر مشكلة وانا يقول لك إذا إذا واحد ملعا إلى واحد برد قاسوا هذا المخدر الصعب أنا يقول لي واحد ونختم يقول لي والله يا أستاذ غير وليدي غير وليد رجع خلاص ولا تمرض رجع خلاص مشكلة كبيرة جدا وصعب التخلص منها كما قال صعب ولكنها ليست مستحيلة ليست مستحيلة ولأنها ليست مستحيلة في الدقائق الأخيرة من هذا اللقاء بروفيسور سليمان بروفيسور عادل سؤال نريد أن تجيب عنه بروحية وإيمانيا بعيدا ربما عن التخصص سنظل نقول أن كل أزمة من بينها أزمة الإدمان الحل فيها مساحة الأمان ولا يوجد مساحة للأمان أكثر من الله سبحانه وتعالى هذا المعنى الكبير هذا الإيمان الكبير هذا الغفور الحكيم العليم الخبير كيف يمكن أن نقول لكل مدمن لكل من وقع ضحية أن الله هو الأبقى المجتمع الجزائري في تربيته يربط النماذج بالشخصيات وليس بالأعمال شميل فيجب أن ننقل الفكر الفكر الشبابي أن الأرزاق بيد الله وليس بالأشخاص وليس بالأعمال ولكن ليس بريح فيربع عليها فالفرق بين الإنسان المسلم والمؤمن والإنسان الكافر ويعرفها العلماء أنه أهين كل شيء يعني صغرة كل شيء صغرة العظائم في عيني العظيم أنها تعود إلى الله سبحانه وتعالى والحياة التي نعيشها يمكن أن نطورها ولا نعيش في عالم افتراضي وأنني أهرب من الواقع بإيقاف الألم عن طريق المخدرات رفاستي سليمان لو قلنا للمدمن ففروا إلى الله كيف نقول له ذلك؟ والله بالنسبة للمدمن يقولوا ففروا إلى الله مع ذلك أن أبواب التوان نقوله بأنها مفتوحة لأن المسألة يا أيها المدمن حتى المدمن هو يقول لك أنا أبحث عن حل أبحث عن مساحة من أشياء أخرج أتحدث عن أولئك الذين يبحثون وهم كثرة في الحقيقة عن مخرج نقول أنه هناك أمل مدام هناك حياة هناك أمل وأن تحاول أن تتخلص من هذا الإدمان ليس فقط أن ترضي نفسك وحسب ولو أن إضاء النفس مهم وليس من أجل أن ترضي والديك ولو أن إضاء الوالي من نظر الله ولكن أيضا من أجل أن ترضي الله عزوجنا حتى إذا خرجت من هذه الدنيا خرجت وأنت ما شاء الله قد توبت إلى الله عزوجل لأن باب التوبة مفتوح وأختم بقوله عزوجل وأنيب إلى ربكم وأسلموا من قبل أن يأتي معذرة الآية لأنه أسرع تاني خليني أعودها بركة مكان قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الظنوب جميعا بروفيسور سليمان والخصال شكرا جزيلا لك الله فيك بروفيسور عادل آتشي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك وقفنا جنبا إلى جنب في وجه الإدمان والمخدرات وقفنا جنبا إلى جنب لنتعلم أن الحياة مع الله في هذا العديد الخاص من برنامج حالة حوار إذا كانت الجلا عليك كبيرة فحسبك فيها الله والله أكبر السلام عليكم اشتركوا في القناة